منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011 والشعب يطالب بالحرية والكرامة وإسقاط النظام وسرعان من تشر الحراك السلمي ليشمل الجغرافيا السورية بأكملها خلال مدة قصيرة لكن نظام الأسد واجه الحراك الشعبية السلمية بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي استمرت الثورة السورية في نهجها السلمي الجماهيري إلى أن قام النظام بإنزال الجيش لضرب التظاهرات وحصار المدن ليظهر بعد ذلك الصراع الدولي على سوريا التي شهدت سلسلة من التحولات السياسية والمتغيرات الميدانية بتأثير العوامل الخارجية والفواعل الدولية والإقليمية التي جعلت من السوريين الحلقة الأضعف وليبدأ مع هذا الصراع سباق المصالح الدولية التي لا تعير أهمية لمطالب الشعوب وتطلعاتها المتظاهرون جددوا مطالبهم بإسقاط النظام وعدم التراجع عن مطالب الحرية والكرامة حين خرج آلاف السوريين في العديد من الدول وفي مناطق شمال وشمال غربي البلاد ومناطق أخرى في تظاهرات حاشدة إحياء للذكرى الثامنة للثورة السورية وعبر المتظاهرون عن رغبتهم في الاستمرار في الثورة ضد النظام حتى إسقاطه ومحاسبة رموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين من جانبها أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا أكدت فيه أن الحل العسكري المدعوم من روسيا وإيران لن يؤدي إلى إحلال السلام لكنها أشارت إلى عدم مشاركتها في إعادة الإعمار بسوريا إلا بعد إطلاق عملية سلام حقيقية على حد وصف البيان الذي تطرق أيضا إلى وجود نحو 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن ما يقرب من 11 مليون نازح غير قادرين على العودة إلى بيوتهم وأن قمع النظام السوري للشعب لم ينتهي بعد